أهلا بكم في قناة بذرة محلول مغدي وطبيعي للنباتات من قشور الموز بعدما شاهدنا في فيديو سابق طريقة اكتار الموز بواسطة الفسائل اليوم سنتحدث عن طريقة عمل محلول مغدي من قشور الموز والتي غالبا ما نرميها في الزبالة للأسف إذن من اليوم فصاعدا لا ترمي قشور الموز الغني بالبوتاسيوم ونعرف دور البوتاسيوم والذي هو أحد العناصر القبرى الجد ضرورية لنمو النبات هناك عدة طرق أولها وهي قطع قشور الموز لأجزاء صغيرة ونضعها في وعاء به ماء ونطرقها لأكثر من ثلاثة أيام حتى يتجانس الخليط جيدا ويصبح باللون البني حينها يكون جاهزا للاستعمال بعد تخفيفه بالماء فمثلا أصدقائي كل لتر من المحلول المغدي نضيف إليه ثلاثة لتر من الماء يعني المحلول المغدي نضيف إليه ثلاثة أضعاف من الماء ثم بعد ذلك نسقي به أو نرش به الأوراق بلطف وتشاهدون ما شاء الله النتيجة على نبات الأسبرجيس الناعم القشور يمكن أيضا استغلالها للمرة الثانية بنفس الطريقة الطريقة الثانية أصدقائي وهي وضع قشر الموز والماء فوق النار لمدة عشرين دقيقة بعد ذلك نصفيها ونترك المحلول لمدة أربع وعشرون ساعة فقط ويمكننا استعماله كمغدي لنباتاتنا وتشاهدون الآن التوم والحمد لله ينمو جيدا باستعمال فقط الموز ومواد أخرى مغدية سأوضحها وأشرحها لكم في فيديوهات قادمة لذلك أصدقائي أطلب منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بجديدنا هناك طريقة أخرى وهي أكثر أمانا وسوف أعد فيديو خاص لشرحها بالتفصيل وهي تجفيف قشور الموز بالكامل وطحنها وهذه الطريقة جميلة جدا وتجنبنا جميع المشاكل التي تنتج عن سوء استعمال الموز كسماد للنباتات إذن أصدقائي بعد إعداد هذا المحلول يمكننا استعماله تقريبا مرة كل خمسة عشر يوما أخيرا أطلب من متابعي قناة بذرة التفاعل أكثر مع الفيديوهات وترك تعليق أسفل الفيديو وكذلك أصدقائي أتمنى أن تقترحوا علي مواضيع تريدون أن أتحدث عنها كما أطلب منكم أخيرا إعطاء نصائح وإرشادات لتحسين مستوى قناتكم بذرة دمتم بخير يا أحلى أصدقاء وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر